كشف موعد صب منحة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وهذا ليس لكم كل جديد كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أحمد بداني موعد صب منحة التي أقرها رئيس الجمهورية وهذا لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة وأكد الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اجتماع تقييمي لقطع الصيد البحري والموارد الصيدية أنه سيتم صبح المنحة هذا الأسبوع وحسب المتحدد نفسه فسيستفيد مئة ألف وسبعة وعشرون صيادا من منحة أغلبهم ينشطون على مستوى من أي خميست وفوكة بولاية بازا وقال الوزير في هذا السياق أن المنحة الاستثنائية الشهرية المقترة بثلاثون ألف دينار سيتم منحها إلى غاية إعادة فتح ميناء المغلوقين بسبب الخصائر التي تسبب فيها التقلبات الجوية وأوضح وزير الصيد البحري أيضا أن العملية توجد حاليا في مرحلة استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة من أجل الشروع في صب يدها المنحة بالإضافة إلى عملية التفتيش التي ستعمل على تقييم مستوى الخصائر التي لحقت بتجهيزات وعيدات الصيد وهذا من أجل الشروع في التعويضات الخاصة بهذا الجانب يذكر أن وزير الأول أيمن عبد الرحمن قد وقع على مرسم تنفيذية تعلق بتعويض وتخصيص منح استثنائية للصيادين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة في ولاية تيبازا وتضمن المرعوس الذي وقعه الوزير الأول في الجليد الرسمي تخصيص من حبيق مستلتون ألف دينار جزائري بالإضافة إلى سهيئة الميناء ومواقع الرسل المتضرر في مدلسة جزاوس 6 أشهر